دعاوة هدد غيري أنا أنور الحمداني ما خاف من دعاوة لأن تدري ليش لأن عراقي أصيل عارف شحشي ورجل قالون واحترم القالون العراقي وأحترم لائحة هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة أنه تكفى الحق الرد الجميع يا أنور واحترم المادة الثمانية وثلاثين من الجستور وأحترم مجلس القضاء الأعلى وكل الأحكام عليهم احترمها سويت شي انطوني واحد من يوم من ليام طلع أنور الحمداني قال رفع علي الأحكام والله يا عمي ما قلت والله يا عمي محكم عشر سنين ما حد شئت ومحكم صادر تبلاك من قوله وغير من قوله وبسبب فؤاد حسين الكردي العراقي وما حد شئت وما استعطفت أحد حتى في يوم من الأيام كتب لي الأستاذ وشار زيباري قال لي يكتب للرئيس مسعود بارزاني استعطف وتظلوا قلت له والله يا أخي أنا ما أظلم لحد وتحدى أبو كريم خلي يقول لله أرقال غير شي ما أظلم عند أحد أظلم عند الله سبحانه وتعالى وعد شعبنا العراقي الكريم لكن تهددهم دعوة أهدد غيري أنا مو خالد العبيدي يا أختي يا خالة أنا أنور حمداني صريح وواضح وجري على الحق ستطلعين ضيفة يا مرحبا بيش ما ترون تطلعين ضيفة ما أكو داعي هالكلمات كل شوية كاتبة ليش منشور ترى لحيتي لحيتي ما شوية كاتبة كاتبة وأني وأقيم دعوة طلال هاي قيم الدعاوة هذا المكتب الإعلام ما قالتش يا أختي انسيتهم مو من الناس كله وجاية على أنور يا حيات الله يا حيات الله روح لي عجب تسوي يا مرحبا بيش يا مرحبا بيش انتي ومن تمثلين لكن لا تهددين يا أختي لا تهددين مو من حقيش تهددين لأن أنا من حقي أيضا راح أقيم عليش دعوة قضائية وأدعو كل شريف رجع للزم المخرج كل شريف من رجال القضاء الواقف المحامين أنا مستعدا طيق توكيد اسألوها على كل الملفات اللي فتحتها بستوديو التاسع أو قل هلي سديتها بعديا حجت على وزارة الصناعة وسدتها حجت على الكهرباء اللي الناس ستعاني من الكهرباء وسدتها حجت على الهلال الأحمر وسدتها حجت على الصناعة ومدري من هو وسدتها يا عمي خلتي طلع تجارة وسدتها قلوا لي لي هس سديت الملفات شي تتحكيهو يا أنور الحمداني أنا أطالب الآن بفتح هذه الملفات وطالب كل واحد يرجع وياه وقسم بالله لو عندي ارشي فيه اللي تشان بذيك القناة والله لقد ما كن لك اش حتش يأتي على اي ملة وين ضميتي هنا محسين ليش ما قدمتيه للقضاء وهيئة النزاه والادعاء انا طبق المادة ثمان وثلاثمائة دستورة اجا يحكي وياه حتشي بيه غلط يا جماعة قانونيا بيه غلط لا والله اجتماعيا بيه غلط لا يا عمي انا دافعت عن المرة ودافعت عن شرف كل عراقية شنو بعد سواها غير يا عم حسين سواها غير وجاء يمسوا يا كتاب اخر شي تقول بيه لا اجيب على المدري هذا الوصف مو الي يا عم حسين ارجع اقول ليش هذا الوصف اللي كاتبتة فوق مو لانور حمداني ينقال جاء للزمين مخرج انا لانور حمداني عم حسين مخالد العبايق اما حقيقة ان كاتب ايضا قال والله انا تشتتمنى لو باقي ربط بيت افضل ما صير سياسية والله يا عريت يا عم حسين والله يا عريت يا اختلو باقي ربط بيت وتسوي دولمو وتسوي هريسة وتسوي مع الشكو اكلات هبيط كل شي يسوي هنا العباد همين وعباد الكرام انت عبادية مو عبادية يا ابو انت عبادية لو انا غلطة والعباد الكرام شوية اش قدعدهم اكلات هيضا متميزين بها من الموصل للكاضبي سوي اختلو يا عريت والله العظيم يا عريت اشتركوا في القناة